موسيقى مرحبا صبايا كيفكم اليوم شو اخباركم طمنوني عنكم ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب ورجعتلك اليوم بفيديو جديد وروتين جديد واذا كنتوا اول مرة عم تحضروني بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عكلمة تلكم مش هيصلكم كل جديد بنزله واخر فترة ما عم توصل الاشعارات لحدا فبتمنى منكم ترجع وتلغوا الاشتراك من اول وجديد وتفعلوا وكمان تفعلوا زر الجرس وبيدي رحب كتير بالصبايا الجدد اللي نضموا لقناتي في صبايا جدد على القناة كتبولي شو اسمكن ومنعب تتابعوني واهلا وسهلا فيكن وكمان بالصبايا الادامة يخلي لياكن كل يادكن وبتل ما لكم شايفين اليوم الفيديو مصور على يومين يوم الاحد ويوم الاثنين هون كنا راحين تقريبا هون على الساعة ثلاثة الظهر راحين على حديقة في الألعاب نحنا وبيت عمي يعني مشان لعب يعني ولادنا بما ان هنا عندهم ولاد صغار ونحنا فرحنا هيك مع بعض ومشان لعب الولاد وهيك فيه قاعدة كتير حلوة هنيكة والجو كان بطير العقل وهي حمودي هوني عم يتفتل ويكتشف الجو وكتير عاجب وكان المشاع الحشيش وكانت الأجواء عن جد كتير حلوة وكتير استمتعنا خصوصا أنه الجو حلو وهيك ما كان كتير مزعج هيك شمس كتير قوية فكان عن جد الجو بيجنن وعقوا الولاد هيك عم تلعب والناس فرحانة وهيك أجواء الصيف عن جد كتير حلوة وكل فصل عن جد له أجواءه وهيك بهشته عن جد فقضينا وقت كتير حلو كمان لهيك الولاد لعبه وتسلينا وأكتر شي كنت مبسوطة على حمودي كيف كان هيك عم يمشي على الحشيش ومبسوط وهيك حاسس بغرابة ما بعرف ليش هلا هو فيه دق يعني جنب ايتي فيه حشيش وكمان بالحديقة تبعنا بس ما بعرف هوني هيك يحسوا هيك شي غريب شوي وهوني قطف الوردة وراح يعطيها لبنت عمي بنت عمي عمره سنة وهو عمره سنتين يعني بناتهم سنة فهو كتير بيحبها لبنت عمي وهيك يعني كل ما بشوفها بديو يلفها وهيك وهو بسوي حاله ان هو كبير وهي صغيرة وراح قطف الوردة واخدها لعنده يعني وعن جد قديش الولاد حلوين وهيك بيعملوا حركات ولما هيك الاهل بشوفوا ولادهم شو عم يعملوا حركات عن جد كتير بينبسطوا وبيتفاجأوا كمان هلا انا مو انه هدا اول ولد لالي فكل ما بساوي شيء او كل ما بيعمل اي شيء او اي حركة بحسه عن جد هيك كتير بتفرحني وكتير بتفاجأوا وحيانا هيك انه بستغرب يمكن لانه اول ولد ما بعرف بس دائما هيك الواحد لما هيك بشوف ابنه عم يكبار وعم يعمل شغلات وهيك بيضل هيك عم يتفاجأ فيه وهيك الله يحمي يا رب ويخلي لكم كمان ولادكم والله يطعم هيك المحروم يا رب هون هيك قعدنا كمان يحطيناها العصير والفواكه وبالزر ويعني هيك اجواء السورية المعروفة يعني وقعدنا يعني وتسلينا والله وأكلنا هالاكلات وغيرنا الجو للصراحة هلا هون عم صور لكم تاني يوم رحت على محل هالفولفورد مشان هيك اشتري شغلات للشوي بما انه هلا صارت طلعات الصيف وهيك والسيارين والقصص فلازمنا هيك كم شغلة هيك للشوي بس ملقت كل شي بديها للصراحة ما بعرف بس شوفوا شوف شوفت نازلين هيك الأكواب الصيفية تبعات المشروبات يلي هيك عن جد شفت الكاسات كتير عجبوني وحترت صراحة شو بدي أخذ يعني كل شكل أحلم الثاني وكل لون أحلم الثاني فبالاخير يعني أخذت اللي كم كم كاسة يعني وهدول الصحون كمان منزلينهم هيك للصيف ومشى إذا لطلعوا هيك هلا أنا كنت بدي أجيب من النون بعدين ما بعرف ما جبت ما بعرف للصراحة يمكن لبعدين أرجع جيب وهون عم صور لكم كمان هدول الكاسات بعرف هيك بتحبوا أخذكم معي وين ما بروح وين ما بجي فهلا هيك قلت بصور لكم و بتشوفوا هيك كمان شو منزل شغلات جديدة هوني تفرجت كماني على الفوانيس قلت لكم بدي اضبط البلكون وهيك حاليا يعني بس هيك عم اتفرج لأنه إن شاء الله هيك اسبوع الجاي بدي بلش بقى اشتري لهيك الشغلات وضبطها يعني حرم بما أنه صار الصيف لازم هيك بقى نضبط البلكون ونطلع عليها فعم تفرج هيك شو منزلين شغلات للبلكون وهيك إنه مشان تقرر شو بدي أخذ وهيك زرايع كمان تفرجت على الزرايع وكمان قلت بأخذ برأيكم هيك كم شغلة كمان قبل ما اشتري أي شيء حاليا هوني عم اتفرج على هدول اللي بيحطوهم على البلكون وبيحطو عليهم ورد منسيت شو اسمهم فتفرجت ما قررت إنه شو بدي أخذ ما عرفت لسه قلت بفرجيكم هدولة كمان اللي عم بصورهم قلت بجوز أخذ رأيكم تقولوا لي شو أخذ وشو ما أخذ ما عرفت هدول هنين اللي بيتعلقوا بيحطوا فيهم ورود شفت هدول عنده ما هيك كتير قطنعت ما بعرف قلت بفرجيكم ياهم كمان وهدول هيك اللي بيحطو فيهم زرع كمان في أشكال كتير حلوة هلا شفت هدول البيض بيحطو ثلاثة مع بعض وقلوهم هيك الصينية ما بعرف شو رأيكم حسيتهم هيك حلوين وبيحطوهم هيك زرع وبحطوهم مثلا على الشباك حسيتهم راح يطلعوا حلو يعني حلوين هيك بقلبهم الوردات وهيك كنت بدي جيبهم بس قلت بسألكم بالأول هيك بتعطوني رأيكم وهدول كمان بس ملونات أنا حسيت البيض أحلى هيك بحس بحب الشيس سادة يعني هيك بحسوا دائما يعني قد ما مر الوقت بيظل هيك شكله حلو هون جيت كمان بدي أشتري له لأبني كوب هيك مشان يشرف فيه يعني ما بيصير اشتري إلي وما أشتري إليه وما بيمشير حال يعني فأخذت له هذا حسيته هيك حلو وكيود أخذت له يا مشان هيك بيشرف فيه بصب له عصير أو أي شيء مثلا هون جيت على قسم الورود قلت بدي يشوف المشان للبلكون وهيك عن جد صعي هنه ورود إصطناعية بس بيفرفحوا القلب بالصراحة كتير حلوين بس ما أخذت شي منه لأنه ابني ضاج وصار بدو يطلع من المحلة هيك قلت ما بدي أخذ شي هيك شلوم ما كان وقلت ما بدي أخذ شي هيك شلوم ما كان وقلت شي نهار هيك بيجي على رواقب أخذ كل شي هيك أحسن ما يكون إنه مستعجلة وبس هي هون كانت هيك الجولة حبيت أخذكم معي ولما رجعت عالبيت دغري بلشت بالطبخة عملت اليوم فاصولية بيضة ورز بس ما صورت لكم لأنه رجعت كتير مستعجلة فبلشت هيك بالطبخة دغري قلت بس أرجع رح فرجيكم هيك شو شتريت شغلات بس ما قدرت لأنه هيك دخلت فورا عالمطبخ وبلشت الطبخ بس كتير طلعت طيبة والحمد الله يا رب وهوني قلت لأصور لكم هيك شو جبت شغلات فصراحة ما جبت كتير قصص قلت لكم يعني كنت بدي جيب بعدين هيك قلت بعدين بروح مرة تانية وباخد شغلات البلكون جبت هدول الأكواب حسيت هن هيك حلوين وكيوت وهذا الأبني قلت لكم عليه كمان جبته وجبت هدول الصحون والكاسات بشان إذا نطلع عن شوي هلا الماضي لما رحت كان في تشكيلة أكبر وكان فيها هدول الصحون تبعات الشوي بس كمان كل الخلصانات وملأت يلي بديها يعني 他們 trou locations منظم جبت مقصد مقصد ي preço الطمس ط squال هوني حطيت الكاسات اللي اشتريتهم بالجلاية وجبت هذا السطل الوسخ اللي عفوا منكم حطيته هوني مشان لما اجلي او اشتغل ما افتحه غزانة مية مرة وهيك لحط الوسخ انه خلص بحط ديركتك بقلبه هو يصغير هيكا ما لوسئلة يعني فاقمت ما بدي بشيله وامت ما بدي انه بحطه وجبت هاي النبتة حساتها كتير حلوة صناعية حبيت حطها هون بس حساتها ما زبطت ولا بايش شكل يعني شلت وجربت وهيكا بس ما حسات انه هيكا زبطت متل ما بدي فبالاخير شلتها وحطتها بغير مكان يعني بعد ما خلصت كل شي ورتبت كل شي دخلت على الغرفة واللي بلاقي زوجي وابني نايمين يعني فقلت بما انه هيكا خليني هيكا ساوي فنجان كاباشينو واعد منتج لكم الفيديو مشان هيكا لحق لكم ياو تشوفوه وبس والله هاد كان الفيديو تابع اليوم حبابي ان شاء الله ان شاء الله يكارب يكون عجبكم واستمتعتوا فيه ومثل العادة اذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك وتعليق حلو هيك من ايديكم الحلوة شوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة وروتينات جديدة فحبكم كثير كثير سلام